اشتركوا في القناة بأن اعتزاز جلالة الملك المفدى وتثمين السمول العهد رئيس مجلس الوزراء للجهود الوطنية المخلصة لكافة العاملين في الصفوف الأمامية للتصدي لفيروس كورونا يمثلوا دافعاً للمواصلة بنفس الوتيرة والعمل بروح الفريق الواحد بما يسهم في الدفع بمسيرة النماء والازدهار لمملكة البحرين من جانبه معربة منتسب مراكز الرعاية الصحية الأولية الذين تشرفوا بتسلم يوسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي عن فخرهم واعتزازهم بأن يكونوا ضمن المكرمين من فريق البحرين لافتين إلى أن هذا الوسام يعد دافعاً لبدل المزيد في خدمة مملكة البحرين ودعم تقدمها وازدهارها